ينضم إلينا من باريس الكاتب والبحث السياسي سيد محمد كلش سيد محمد أهلا بك يعني الآن إيطاليا تعبر عن موقف على ما يبدو أنه مغاير تماما للموقف الفرنسي ويميل بعض الشيء إلى الموقف الروسي والرافض لأي تدخل عسكري طبعا التدخل العسكري هنا نشير إلى تهديد مجموعة إكواس بأنه إذا لم يتم إعادة الرئيس المنتخب محمد بازوم إلى السلطة يمكن أن يحدث هذا التدخل أولا برأيك ما هو مرتكزات ودوافع هذا الموقف الإيطالي دوافع من موقف الإيطالي واضحة بالبداية يفهم تماما هذا الموقف وهو موقف إيطالي وموقف ضمن حتى فرنسي إذا شئنا وموقف الدول الغربية قاطبة لا أحد يريد أن يبغى التدخل العسكري الكل يعرف أن التدخل العسكري هو مغامرة وممكن أن يعقد الأمر أكثر وأكثر لكن في نفس الوقت الدول الغربية التي تدعم موقف إكواس أو موقف المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا معها في هذا الطرح طرح التهديد بتدخل العسكري من باب الضغط من باب الضغط ليس إلا في هذه المرحلة ولا نعرف إذا كان هناك إمكانية بالقيام بعملية عسكرية لإسقاط المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة أو التي وضعت محمد البازوم نحته عن منصبه طبعا للمجموعة الإفريقية كان لها تدخلات عسكرية على الأقل بين خمسة أو ست تدخلات منذ عام 1960 في خمس أو ست بلدان إفريقية ويمكن أن تدخل اليوم لكن اليوم التدخل بالضبط تماما لكن هذا الأمر سيكون معقدا جدا لاعتبارات كثيرة وسأتي إلى ذلك ولكن دعني فقط أشير إلى نعم ولكن دعني فقط أسألك سيد محمد هل الآن يمكن القول أنه بالنظر إلى الموقف الفرنسي والذي يؤيد التدخل العسكري بشكل أو بآخر أنه ثمت خيارات متعارضة داخل دول الاتحاد الأوروبي أو ثمت اختلافات في الرؤى وهل هذه الاختلافات نابعة من اختلافات المصالح داخل هذا البلد أن يجر؟ لا خلافات واضحة على المستوى الأوروبي سوى بموقفين واضحين الموقف الفرنسي والموقف الإيطالي بشكل خاص لكن يجب أن نميز ما بين التهديد الفرنسي والتهديد الإفريقي التهديد الإفريقي قائم على أنه إذا لم يعود محمد البزوم إلى موقع الرئاسة وأن تتخلى هذه المجموعة العسكرية أن تتراجع عما فعلته وأن يعود النظام الدستوري فسيكون هناك إمكانية القيام بعمل عسكري لتنفيذ هذا التهديد فيما التهديد الفرنسي مختلف التهديد الفرنسي ولو أن فرنسا تدعم تدعم المنح التهديد الإفريقي لكن التهديد الفرنسي هو أنه في حال التعرض للرعاية الفرنسيين أو للمصالح الفرنسية فسيكون هناك رد قوي من فرنسا إذن التهديدان مختلفان لكن هذا لا يمنع القول بأن فرنسا تدعم التوجه الإفريقي بالنسبة إلى ليس صراحة بالتأكيد يعني التهديد بالقوة لا نعم طيب دعني أسألك بالحديث عن التدعيات لأنه كان هناك تصريحات من المجلسين العسكريين الحاكمين في كل من مالي وبوركينا فاس وهما سبق تاء النيجر بتحرك مماثل وهو انقلاب عسكري على السلطة في هذين البلدين تصريحات بأنه إذا ما تم أو حدث أي تدخل خارجي يعني ذلك إعلان حرب بمعنى أنه هاتان الدولتان أيضا تشيران إلى أنه قد يتم أو قد يحدث تدخل ما هنا كيف يمكن أن نرسم أو نتصور شكل أي تدخل عسكري في حال لم تنفذ الجهات الإنقلابية في النيجر مطالب مجموعة إكواس يعني التدخل العسكري ليس بالأمر البسيط خاصة مع مواقف الدول المحيطة كما ذكرت في البداية الموقف الجزائر بشكل خاص لا نعرف من أين ستبدأ هذه العملية مع الدول المحيطة بالنيجر إذا عفوا مالي بوركينا فاسو مالي بوركينا فاسو تحيطان بالنيجر إذن بوركينا فاسو إذن سيكون هناك خط دفاعي واحد لثلاث دول خط مستطيل في الجزائر في الجانب الأعلى الحدود العليا وكذلك ليبيا من أين تبدأ هذه العمليات من النيجيريا على الأرجح من نيجيريا لكن حتى لو النيجيريا هي القوة الأقوى عديدا وعددا وعديدا من الناحية العسكرية لكن لا ننسى أن هناك علاقات إثنية مهمة ما بين الشعب النيجيري وبين الشعب النيجيري إثنية الهوسة ممكن أن يرفض عسكريون من هذه الاثنية في التدخل وبالتالي هناك عوامل ثقافية وعرقية متدخلة ومعقدة يمكن أن تقف أمام أي تطورات عسكرية يمكن أن تنشأ نتيجة الانقلب العسكري في النيجير شكرا جزيلا لك من باريس الكاتب والباحث السياسي سيد محمد كلش شكرا